اشتركوا في القناة لم ترهيه أبداً عن أن يرسل مقالات للمسلمين لنشرها لإظهار الحق والعدل قال لي الشيخ حسين الجسر أزن على زوجاته الفاضلة زاد شموخه وإعزازه بنفسه حتى اعتكافه جعله لخدمة الدين الحقيقة أن من فاك في بيروت سيشهد لكل الأجيال القادمة أنك قمت بأعمال عظيمة للإسلام وللغة العربية عامة فترجمت رسالة الردع الدهريين لأستاذ جمال الدين الأفغاني أعظم تقدير له وشرح نهج البلاغة ومقامات بديع الهمداني إضافة عظيمة للغة العربية وأعد أن أنفذ أعظم المهام ما أحلى الوعي ما أعظمه أي وعد أعظم من هذا يا فضلت الإمام قلت للأفغاني إننا لو ذهبنا لأي مكان في أرض الله وقمنا بتربية عشر أطفال تربية صالحة ثم قام كل واحد من هؤلاء بتربية عشر آخرين مثل ما ربيناهم لأصبح لدينا في بضع سنوات مئة قائد من أعظم قوات العالم لقد خلقت حتى تكون معلما يا مولاني نعم خلقت للتعليم وليس للسياسة لعنة الله عليها هل تعلمون أنني لم أختلف مع أستاذي جمال الدين الأفغاني إلا قبل مجيئي إلى هنا؟ تختلف مع الأستاذ الأفغاني؟ تختلف معه لماذا؟ قررت أن أطلق السياسة طلاقا بائنا لا رجعة فيها الأفغاني يرفض ذلك نعم كانت ثورة عارمة منها الإصلاحات الدستورية هي التي ستمت بالشرق كله لن ينهض الشرق إلا بانتشار التعليم ولن تنهض مصر إلا بإصلاح الأزهر محمد الحاكم المستبد الذي يحكم في الناس حكما فرديا لن يعنيه أن يتعلم الناس لكن يهموا أنهم يظلوا على جهلهم إلى الأبد أنت معي إذن في أن التعليم هو الأساس في نهضة الشعوب؟ عن أي شعوب تتحدث؟ أعتقد أنك تتحدث عن الشعوب الحرة الشعوب الحرة هي التي تحكم نفسها عن طريق نواب لقد أضاعت السياسة عظماء الرجال عرابي والبرود والنديم وأنت وأنا وألافاً غيرنا لا يا محمد نحن ما ضعنا لا أنا ولا أنت ولا عرابي ولا النديم ولا البارود نحن فقط قدمنا القليل من الجهد من أجل الحرية من أجل الوطن ولكني لن أعود إلى السياسة أبداً أبداً حيات الله عندك حق يا مولاني فكل شخص متيسر لشيء لتخلق له والآن نحن ندعو الإمام أن يفكر في نفسه باسم الإسلام ماذا تعني لا يمكن أن تعيش في هذه الوحدة بعد وفاة زوجتك الشيخ الجسر ما هو حق يا مولانا وأنت رجل لا يحد عن حق أبداً والعروس من هذا البيت الصالح الذي تجلس فيه الآن بيت آل حمادة الحمد لله الذي هداني وأنتم معي إلى سواء السبيل أهلاً ببنت أهل الكرم كله شرفت بيتك الحماد اللي تشرفت بيك يا إمام المسلمين بل أنا زوجك وأتمنى من الله أن أكون دايماً عند حسن ضمنك بي أم ألوين الأولاد الأولاد الليلة في بيت الشيخ حسين الجسر فقد فضل الشيخ الصالح أن تتعرف العروس على المكان قبل أن تتعرف على أهله أنا رضيت بأهل المكان يا شيخ محمد فالمكان ما له معنا بدون أهله شعور عظيم من بنت الحسب والنسب من الصباح الباكر هروح بنفسي للشيخ حسين الجسر وأجيب لي أولاد معي زوجة صالحة هي أعظم منحة من الله إلى عبده قرار العفو أهو هبعد فوراً للإمام محمد عبده أبلغه بقرار العفو الحمد لله البركة فيك يا سعد أنت وأصدقاء الإمام الحقيقة أنتوا اللي ساعتوا كتير عند الخداوي عشان تطلعوا القرار ده الحمد لله لكن الحقيقة يا شيخ حسين مش الخداوي اللي أصدر قرار العفو سلطان عبد الحميد هو الأصدر الخداوي السلطان عبد الحميد ما تفرقش مهم كلهم زي بعض المهم من الإمام حيرجع مصر عارف يعني إيه محمد عبده يرجع مصر يا سعد يعني حيرجع عقلنا تاني اللي فقدناه أيوة شيخ حسين الحمد لله الحمد لله أنا أبعد له جواب أقوله انزل فوراً مصر وهوضبه بيته بنفسه حبيب قلبي لازم تاكل حاجة عشان نقصر كبير يبقى مثل الأطفال الحلوين خد حبيبي الحبيبي تقلق عيوني إن شاء الله خد حلوتي كل حياته وهسا دلوقتي اضحكنا كتير ولعبنا كتير وهسا تؤمن نام زي الأطفال الحلوين عشان الأم بكير صحك تصبح على خير حبيبتي تصبح على خير تصبح على خير يا عيوني مصوعة بابا تصبح على خير يا بابا تصبح على خير يلا عشان تحلموا أحلام سعيدة جميلة حبيبي يلا لكن الإمام لابد أنه بيعلم ومن حقه أنه بيختار فهو لابد عائد إلى مصر هذا من حقه يجب أن يعلم لقد آن الأوان أن يعرف الإمام خبر العفو عنه الغريب يا شيخ حسيني إن ما في حدا ممن عرفه بالخبر قال له أي شيء الجميع يعرفون هذا الموضوع في بيروت وسوريا إلا الإمام نفسه لأن الجميع يفكرون فيما تفكر فيه أنت لقد أصبح حضور الإمام في دمنا وكأنه ولد بيننا وكلنا نعمل لهذا اليوم الذي سيترك فيه الإمام أرض شام ألف حساب يا سلام أنا بنحمد الله كتير يا شيخ حسيني دلوقتي الحمل خاف عن كاهلي لأنك بتشاركني نفس إحساسي من عظمات هذا الرجل أن اجتمع أبناء الدروز مع شيخ أزهري مع مسيحي الشام على رأي واحد ما أحوجنا إلى رجال مثله يا شيخ حسيني فهذا رجل وحيات الله لما بينزل بمكان بيزرع فيه أشجار الحب وبيروي أخصان السلام الله يا شيخ حسين أنا كنت متصور أن الإمام لما يبلغه قرار العبد حينزل فورا على مصر أشك أن يكون خطابك وصل ما تماما احتمال أسألها والدان عشان كده أنا هبعت له جواب أستعجله في النزول لمصر وإلا هروح له بنفسي لبيروت طب هل تستبعد أن تكون أسرة آل حمادة قد أخفت عنه الخبر وجعلته يقيم فترة مع زوجته في وطنها هناك الله هي مسألة مش بعيدة شيخ حسيني بس هو لازم يعرف أن وجوده في وسطنا هنا في مصر أهم وأقوى بكثير من أي عاطفة أخرى إن حم غريب أمر سعد زغلول ولدي بيعاتبني أني لم أنزل مصر وكأن من حقي أن أنزلها في أي وقت ونسي أني من في هنا ما لك يا شيخ حسيني ما لك يا أخي شاكيب في حاجة غلط في الكلام اللي أنا بقوله ده اسأل الأستاذ شاكيب أرسلاني في إيه يا شاكيب يا ابني يا مولاني حياة الله ما شعرت أبداً بغياب والدي وانت هون في بيروت رحمه الله فقد كان رجلاً فاضلاً بأهلم الله يا مولاني بشعوري هلأ وأنا بخبرك بقرار العفو عنك وارجوعك لمصر العفو عني صد القرار بالعفو عني من حوالي عام يا شيخنا العظيم من حوالي عام وأنا بعيد عن مصر بإرادتي تقصد بإرادتنا نحن يا شيخ محمد لم أتخيل أن يكون شعوركم نحوي لهذه الدرجة فالحمد لله أنني أتنقل بين أهلي هنا وأهلي هناك كل بيروت يا مولاني كل بيروت ستحتفظ بذكراك أيامك فيها أنسع صفحاتها يا شيخنا العظيم بل أحمل من بيروت وسوريا أحلى آيات الوفاء والحب لمصر يا بني العزيز لقد مكفت معنا في المرة الأولى لقد مكفت معنا في المرة الأولى صحبتك السلامة وإلى اللقاء أشهد ساتني أكبر يا مصر محمد الله على السلامة يا محمد محمد الله على السلامة يا ست سنين غايب عن نصر من سنة 1882 والسنة 1888 لكنه كان الغائب الحاضر نعم فهو لم يبعد عنا إطلاقا وأنا كان بيدي إيه يا ولدي آه لكم فعونك يا ابن بس أنا من ساعة متوفاة المرحومة قيدتلك وأنا عايش في وشدة شديدة جدا يا محمد خلاص انتهت الوحدة وان شاء الله تعيش معنا تعالى عرفك على زوجة الجديدة مبارك مبارك يا ابن هادي حال الدنيا ناس رايحة وناس جاية أهلا ببنت آل حمادة وألف رحمة تنزل على فطنة العزيزة الغالية تعال بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أهلا يا بنتي أهلا وسهلا أهلين أهلين بارك الله فيك أغلى والد في الدنيا اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الله يا بغتك به يا محمد هو يا بغتي أنا كمان ان شاء الله تعيش معنا هنا في مصر اه يا ريت كنت أقدر يا محمد يا ريت تعارف يا محمد الشجرة كبيرة لما تتقطع تموت في ساعتها عارف ولا نسيت الزراعة في الغربة يا محمد عمري ما نسيت أي شيء اتعلمته في مصر ولو لحظة صغيرة قوم يا ابني ضيوفك كتير كل جاييني هنوك كتير قوم وقعد معاهم وسبني أنا مع امراتك شوية علشان أقول لها كلمتين أوصيها على الأولاد سليمان باشا أبازا أهلا أهلا وسهلا زاك يا شيك حاشر أهلا وسهلا فضل ساعتك أهلا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا باشا كان أملي أشوف هذا الرجل العظيم الحمد لله إنه رجع إلينا مرة تانية قلت إن محمد لم يبعد حتى يعود يا ساعة أهلا سليمان باشا أبازا فضل سليمان باشا أبازا أصر أن يكون في استقبالك بعد هذه الغيبة لن أنسى له أن يكون أول لقاء لي به وأنا في مثل هذه الظروف فلقائي نقمة بل شرف عظيم فأنا هنا أتعرف على الرجل لأن العالم تعرفت عليه من زمن طويل أرجو من الله ألا يعرف من هو؟ الخديوي أنت لا تعرف ما سوف يكون عندما يبلغه خبر وجودك في استقبال الإمام محمد عبد ما معنى هذا؟ معناه معروف أنت ناظر المعارف ومرشح في الوزارة الجديدة وده مال ومال أني بستقبل الإمام بعد غياب ست سنوات معنى أن الخديوي حيغضب منك ويعالم كرسي ووزارة المعارف حيكون من نصيد مين خصوصا أنه الدنيا مليانة برجالة الخديوي اللي بترأي بالإمام واللي موجودين في استقباله ياريتهم يبلغوه أن سليمان أباظة له الشرف والفخر أنه يستقبل الإمام محمد عبد وإذا كان الخديوي حيزعني هو حر وبلاش كرسي الوزارة مالك يا سعد لا أبدا يا شيخ حسن ولا حالة يارب ما تكون بتفكر في لنا بفكر فيه وحنفكر في إيه غير الإمام محمد عبد هو جايز يكون عرف دلوقتي بقرار لا يعفوه لكن اللي ما يعرفوش أنه برضو حيب أمام فيه وواف بيته في القاهرة الخديوي حيمنعه من ممالسة أي نوع من أنواع مشاطاته كان أكرم له يعيش في سوريا يعيش في لبنان المهم يمارس نشاطه العظيم ورسلته مش دلوقتي هيقعد في عزلة في بيته وكلاب الصرايا بترائب اللي داخله اللي طالع هو في حل تاني بس المهم الإمام يوافق إيه هو؟ أنا ممكن أكلم الأميرة نزلي فاضل تتدخل بخصوص موضوع الإمام أنت عارف أني وكيل أعمالها أي خطوة مهمة لكن تفتكر الأميرة نزلي وهي قريبة الخديوي توفيق وعرفة طبعا موقف الخديوي من الإمام ممكن تاخد الخطوة دي؟ والله يا شيخ حسن مش دل اللي مخوفني ومال إيه اللي مخوفك يا سعد أني بعدما الأميرة توافق الإمام يرفض وده مربط الفرس أعتقد أن الإمام أسكى من أنه يرفض موقف سيدان أنت عارف أني مفيش قوة على الأرض ممكن تثني الإمام عن مادة مما بده طيب وقعد ليه؟ ما تقوم على بركة لا لا أيها على بركة الله تضر تضرج أهلا يا أستاذ سعد سعد بالشرف لضيوف سمو الأميرة نزلي على فكرة في الصالون ديف عزيز جدا هو اللورد كرومر ياه ده يبقى وفر علي مشوار كبير ووساطة من سموي عايز وسطة للورد كرومر غريبة أول مرة أسمع سعد زغلول يطلب وسطة أو مساعدة من أي حد وغريبة أنها من اللورد كرومر الله يا سمو الأميرة لولا إن الوساطة مهمة لمن يستحقها أنا ما كنت طلبتها طوال عمي بخصوص مين بقى الوسطة ديبا؟ بخصوص الإمام محمد عبدو أطلب اللي أنت عايزه يا سعدة بخصوص الإمام محمد عبدو وأرجو أن أشترك معك في هذا الشرق والله يا سمو الأميرة الوسطة عند مولانا الخديوي لأنه مش معقول الإمام يرجع مصر بدون عمل إمام بدون عمل؟ ده خسارة لمصر مش للإمام يا سعدة أنا لولا ثقتي إن سمو الأميرة بتقدر الإمام ما كنتش سعيد إلى هذه الوساطة مش ممكن يرجع ده أس البلاء في البلد نسيته إنه كان شريك عرابي في التمرد اللي قام بيهتضي نسيته إنه كان بينادي بخلعي حتى وهو في برس ونسيت يا سمو الخديوي إنك قلت للأفغاني وللإمام محمد عبدو إني بحط أمال البلد دي بين إيدكم ما كنتش ليس بقيت خديوي يا ستي كان عنده حق والدي الله يرحمه في كل اللي عملوا فيهم اللي أنت عملت فيهم يا خديوي توفيق أكتر من اللي عملوا خديوي اسماعيل ألف مرة من خطورة الراجل ده إنه له في بيتي ومن عائلتي أنصار ومؤيدين معنى كده إنه راجل عظيم عجبك لورد كرومر عجبك رأيي أميرة نازلي في الراجل ده لورد كرومر اللي مش عجبني موقفك المتشدد من راجل شهد له كل الناس يا سمو الخديوي أعتقد أن الراجل مثل هذا الزكاء والعظمة ليس كذاؤه النافي في بيروت وفي باريس ثم يعود هنا لتنفيه في بيتو كيفية قوي أني وفقت إنه يرجع مصر ويعمل إيه في مصر وهو ممنوع من ممارسة أي عمل؟ يسمحني سمو الخديوي أنا أختلث معه أصلا في أمر نفيه خارج البلاد الحكم بالنفيه لم يكن عادلة هذا في رأيي لورد كرومر في أمر صدر عني أنا الشخصيين؟ المهم إن سموكم لا تمادة في ظلم الرجل وأعتقد الأميرة نظلي حفيدة محمد علي تشهد بذلك العفو عنه اعتذار عن حكم سابق الاعتذار من شيء من العظمة لقد عفوت عنه ولكني ما عفوته عن أحد قبل ذلك عفوا هو أشبه بالاعتذار منه بالعفو إلا عن هذا الرجل اللي توسط بيني وبين الخديوي توفيه الأميرة نظلي ولورد كرومر نفسه؟ المهم إن قرار العفو صدر والحمد لله والأمر لا يحتاج سوا زيارة للخديوي بعدها تقدر تباشر كل نشاطك أرجوك راهي عفو إيه يا سعد يا ابني ده اللي تتوسطله من الأميرة نظلي ولورد كرومر الإنجليزي أنا بكلم عن اللورد كرومر الإنسان المعجب بالإمام مش الإنجليزي إيه؟ هو خلاص لورد كرومر هو قدرة قادر بقى من محلة نصر ولا يمكن نتربى في السيدة زينب وبقى واحد مننا دول هما أس البلاء في البلد لقد أصبتك كابدة الحقيقة هو تفتكروا إن كرومر بيحب مصر والمصريين؟ لا اللي بيعمله كرومر واللي حيعمله دايما بسبب كره الأطراك والشراكسة اللي بيدينه لتركيا أنا ما أعتقدش أبدا إن في خير ييجي في البلد دي على إيد واحد إنجليزي وإلا اللي حصل دا كله كان حصل ليه؟ أنا مش هتكلم الإمامة هو موجود يقول كلمته أي كلمة يا والدي العزيز أنا أشكر لك صدق مشاعرك ولا أشك لحظة في صدق مشاعر سعد أو الشيخ حسن كل واحد فيكم صادق ولوه منطقه وكلمته وما هي كلمة الإمام في هذا الموقف؟ يهون كل شيء ولا يحجر أبدا على فكر إنسان أو تصادر أراؤه فصاحب الموقف لا يتباهى أبدا بموقفه وهو يصدره للناس من وراء ستائر خرسانية وإذا كان لورد كرومر توصط لي ولا يخشى مواجهتي فكيف أخشاه أنا بحجة أنه إنجليزي أعظم شهادة لك في الوجود هي أن يشهد لك أعدائك مرحبا به في منزلي يا سعد وأنا في انتظار حفني ناصف جورجي زيدان آسم أمين هدى شعراوي وطبعا ابنك سعد زلوف وتلميذ يا سمو الأميرة شرف عظيم أعتقد في هذا المجلس يشرفنا أن نكون كلنا أبناء الإمام وليس سعد زغلول وحده الإمام عمره أربعة وأربعين سنة يعني مش أكبر منكم بكتير السن ليس له دخل وفكر في هذه الأمور هذا حق أتمنى ألا تكونوا قد ألبستمون لباسا أكبر مني لا أستحقه يا مولانا إحنا لنا الشرف إننا بننال هذه المكرومة إينا ليسا محظوك منها تقوم برضو تتاح الداني وتستضيفه في صنونها وظهريا يا فندينا شكله مجلس ديني أنا مش هشتغل قاضي في محكمة بانها يا سعد لأن دي وظيفة ممكن ناس غيري وأكدر مني يشتغلوها واضح إن عادائك بيشهو بيك عند الخديوي بشكل فضيع لدرجة إنه رفض طلب الأميرة نازلي المراضي يعني ما فيش قدامي غير إني أنفذ قرار الخديوي وهي بنها بعيدة ومع ذلك عندا في الخديوي برضو حنعقد اجتماعاتنا الأسبوعية المعتادة أنا وأخوها سعدت القاضي ورسنا حتة أرض عن أبويا الله يرحمه وإحنا ناس غلابة على قد حالة لا بنقرأ ولا بنكتب ها وبعدين راح الخواجة ده اللي اسمه جركي ده مش سير الأرض من أخويا وده له إرشيه والخواجة بقى مدام الأرض بقيت ملكه يبقى عليه العوض مش هقدر أفتح بقى حتى ولا تكلم ده لا ينفع معاه لا حكم ولا قانون لكن ده أنت متهم بالسرقة والمصيبة إن طلعت أنا المتهم بالسرقة وحرامي والخواجة هو اللي طلع صاحب حق وده ليه عشان بطلب بحق منه إزاي تسمح للراجل زي ده يهين أجنبي في هضورك إنت مش عارف أنا قادة أعمل إيه؟ يا أنا هتعمل إيه أكتر من اللي عملت الخواجة ده مش خط الأرض وخلاص لأ هتشوف أعمل إيه أنت وقادي بتاعك انت فاكر نفسك فين يا راجل إنت ده محكمة انت فاهم؟ ممكن لمصريين بس وده متهم المتهم هو أنت اتفضل اتفضل جوه ادخل الحجز أنا لازم أدفعك جزائك لأنك لم تلتزم بآداب وقواعد المحاكم المصرية أنا أدخل حجز مع مصريين؟ خدوا يا عسكري جوه على الحجز واهد واهد إنجليزي زي يجرى له كده في محاكم مصريين؟ تفضل لفضيلة الإمام فوجئت باستدعاء ناظر الحقانية فأتمنى أن يكون الباعث خيراً يبدو أن الإمام محمد عبدو تعد حدود اختصاصه في إصداره حكم على أجنبيه وده موضوع ممكن يعمل شوشرة فضيعة في الأوساط البريطانية أنا حكمت على رجل لم يلتزم بآداب المحكمة أو القاضي ونال جزائه لكن لكن إيه يا مستر سكوت؟ هل العدل وضع لأجل القانون؟ أم القانون وضع لأجل العدل؟ القانون وضع لأجل العدل وهذا هو عدلي وحكمي على مذنب أمامي فضيلة الإمام ممكن أن نصل لوسيلة أخرى للإغفراج عن هذا الأجنبيه من المؤسف أن يساوم ناظر الحقانية في تنفيذ العدل ويتحايل على مواد القانون لبراءة المتهمة ولا يمكن أبدا أن أساوم حتى لو كان الثمن هو دمي وكياني ولن أقف مع ظالم سواء كنت قاضيا أو صحفيا أو مدرسا أو حتى على المعاش هل يأمر مستر سكوت بشيء آخر؟ أشكر الفضيلة الإمام تفضله بزيارته السلام على من اتبع الهدى الموسيقى الموسيقى موسيقى ما فيش فايدة معا منقلوا محكمة الزأزيم أهلا بفضلة الإمام في الزأزيم أهلا بناظر المعارف العمومية أهلا بيك أنت وسعد سعد زغلول أصر أن يصاحبني في رحلة الصفر كي أسعب بصحبة الإمام ويكون لي شرف لقاء صديقي سليمان باشا أبازا الشرقية كلها لها الشرف أن يكون الإمام قاضي محكمتها المهم تستريح من عناء السفر ولنا لقاء بإذن الله أنا جهست لك استراحة تناسب المعام لا استراحة لقاض إلا على بساط العدل اتفضل يا فضلت الإمام عشان تستريح شوية أخي أنا عايز أبعده عن مصر دخل لي أنت أني تعايز هيبقشك من الأزهر ده مكانه وده مكان محتاج لواحد زي الإمام محمد عبدو الردل ده أنا ما بطلقشي سماح حتى إسمه أنت تحب طبعا يا سمو الخديوي أن تحكم بلد مستقر وعظيم ولن ينصالح حال البلاد إلا بصلاح الأزهر كلامه نفس كلامه واحدة من عيال ملكة تقول نفسي الكلام يقوله إمام محمد عبدو اللي بطلبه طلب عادل يا سمو الخديوي أنا مش فاهم راجل بالخطورة دي نستدفي عنه قدامي وهم معرفين أني ألد يا عداء وإزاي راجل ده مش بعيد أبدا لو بقى شيخ للأزهر أنه يطلع فدوى بإني ظالم ويحايل إجدامي شايفين شايفيني يا راضي سيعتود تاهم هيئة نازلي سي ما هو الخديوي انتك ترهن نازلي انتك ترهن ولا تنتفي يا شمس لا تنتفي 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 كيف